بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه وامتنانه والشكر له على عظيم فضله وإحسانه الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطنا الحمد لله الذي حجت له جموع الحجيج ولبَّت له ووقفت بعرفات وأدَّت المناسكة وهي ترجو رحمة ربها الكريم الوهاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل جلاله وعم نواله وتتابع فضله وإحسانه سبحانه وبحمده لا نحصي ثناءً عليه هو كما أثنى على نفسه وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الهدى وسيد الورى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد معشر الحجيج حجاج بيت الله الحرام هنيئًا وبشراكم ما كتب الله لكم من أداء المناسك والوقوف بالمشاعر العظام وأداء حج هذا العام نسأل الله جل جلاله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا أن يكتبه لنا ولكم حجًا مبرورًا وسعيًا مشكورًا وذنبًا مغفورًا ألا فلهجوا بحمد ربكم الذي أنعم عليكم وتفضل عليكم وأوفدكم إلى بيته الحرام وأذن لكم أن تكونوا في قافلة الحجيج هذا العام فاحمدوه واشكروا له عظيم فضله سبحانه وتعالى حجاج بيت الله الحرام تقدم في المجالس التي عقدت قبل صعودكم إلى مينًا وعرفات أن عبادة الحج وهي ركن من أركان الإسلام العظام قد جاءت في شريعة الإسلام محفوفةً بمقاصد جليلة ورأس ذلك وأعظمه مقصد التعلق بالله سبحانه وتعظيمه وملء القلوب بتقواه وذكره وربط حياة العبد به أينما كان وقد تقدم أيضًا أن العبادة العظيمة التي تؤدَّى مقصودةً بما شرعت من أجله من حكم وأسرار فإنها تثمر في حياة العبد ثلاثة أمور أولها التعلق بالعبادة والشوق لها قبل أدائها وثانيها الاستمتاع بالعبادة واللذة بها أثناء أدائها وثالثها أثر العبادة بعد الفراغ منها هذه الثلاثة ولابد أن تكون موجودةً في حياتك عبد الله في كل عبادةٍ تعبد بها الله إذا امتلأ قلبك بها وتحقَّقت في حياتك مقاصدها أما وقد حجَّ الحجيج بيت الله الحرام وقد رجعتم أيها الكرام من تلك المشاعر فوقفتم وبدتم وطفتم ورميتم وحلقتم ونحرتم فإنكم أديتم مناسك الحج وهي فاعلةٌ فعلها ومؤديةٌ أثرها ولابد وإذا كان من أعظم المقاصد التي ينشدها الحاج في رحلة حجه لبيت الله الحرام أن يمتلأ القلب تعظيماً لربه وإجلالاً وتعلقاً صادقاً به وتوحيداً وإفراداً له جل جلاله بمن فرد به وما استحقَّ سبحانه وتعالى من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات فإن هذا أعظم ما ينبغي أن يرجع به الحاج إلى بيته بعد عودته من بيت الله وأن يعود به إلى بلده عائداً من بلد الله الحرام فلا شيء أعظم ولا أتم ولا أجل من أن يعود قلب الحاج ممتلئاً بتعظيم ربه وإجلاله والتلذذ بتوحيده ومناداته ومناجاته والتعلق بأذيال الرجاء بين يدي الله عز وجل يعود وليس في قلبه أحب إليه من ربه سبحانه يعود ولا يملأ قلبه شيء أخوف عنده من الله جل جلاله يعود وليس شيء في قلبه أرجى ولا أصدق في التعلق به من الكريم سبحانه وتعالى يعود ولا شيء يملأ قلبه تعظيماً أكثر من الذي لبى له وكبر وهلل ودعى ورجى في تلك المشاعر العظام إن تعظيم الله معشر الحجي مرتبط تمام الارتباط بهذا البيت العظيم الذي جئتم فطفتم وحججتم وأحرمتم ولبيتم لأجل رحلتكم إلى هذا البيت العتيق ويعود ذلك إلى مبدأ بناء هذا البيت الحرام وقصة بناء الكعبة التي ارتبطت بهذا المعنى العظيم وهو توحيد الله وقد بر بكم قول ربكم سبحانه في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئاً فإن على التوحيد بني هذا البيت وعلى نفي الشرك وتطهيره من كل دنس أقيمت قواعد هذا البناء العظيم ليبقى توحيد الله عز وجل مرتبطاً بهذه الكعبة ويبقى كل عبادة تؤديها أمة الإسلام طوافاً وصلاةً ودعاءً وحجاً وعمراً كلما توجهت إلى البيت العتيق وأتت إليه وطافت حوله واصطفت ترص الصفوف تتعلق بهذا المعنى العظيم الذي بنيت عليه الكعبة بيت الله العتيق وقد أخرج الأئمة في دواوين السنة ما حدث به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في قصة مبدأ بناء الكعبة يحسن بنا ونحن بين يدي حديثنا عن تعلق القلوب برب هذا البيت العتيق أن نعود فنقف على تلك القصة بروايتها التي أخرجها الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره من آئمة الإسلام في دواوين السنة العظام كيف حكى رسولنا نبي الهدى صلى الله عليه وسلم ذلك المبدأ العظيم لقصة بناء الكعبة ولنستلهم منها المعاني والعبر فإن فيها والله ما يشد قواعد القلب إيمانا بالله ويشد أوتاده تعظيما لله عز وجل وحق على كل مسلم تعلق قلبه بهذه الكعبة وطاف حولها وطال ما اشتاقت عينه لرؤيتها وتوجه في القبلة إليها من كل حدب وصو حق عليه أن يقف على هذا الأمر العظيم وما حكاه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا ليوقفنا على تلك المعاني العظام فاسمعوا رعاكم الله في الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبدأ أمر الكعبة وقصة بنائها فيما أخرج البخاري وفي الصحيح عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قال قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا تعفي أثرها على سارة والمقصود هنا بهاجر أم إسماعيل لما أتى بها الخليل إبراهيم عليه السلام من شمال الجزيرة العربية وقد أتى بها وهي للتو قد ولدت ووضعت ابنها إسماعيل عليه السلام فأتى بها امتثالا لأمر ربه مهاجرا بها إلى هذا المكان قبل بناء الكعبة قال ابن عباس رضي الله عنهما أول ما اتخذ النساء المنطقة والمقصود بالمنطقة ما تشد به المرأة وسطها قطعة قماش ما نسميه اليوم حزاما يشد به وسط المرأة في اللباس تفعل المرأة ذلك لتمام صيانتها وحشمتها وعدم انكشاف ثيابها قالت أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل يقصد هاجر اتخذت منطقة لتعفي أثرها على سارة وكان القصد لما خرجت بصحبة الخليل إبراهيم عليه السلام وقد بلغ بسارة من الغيرة عليها ما يخشى أن تتبع أثرها فاتخذت المنطقة تشد بها وسطها ويتدل طرفه خلفها فإذا مشت محى أثر القدم فلا يبقى لمتتبع للأثر طريق يتتبعه فكان قا هذا القصد الذي اتخذت به المنطقة قال رضي الله عنهما ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد فوق البيت ولم يكن ثمة البيت ولا بني بعد لكن يقصد موضع البيت الذي بنيت فيه الكعبة فوضعها حيث ترون الكعبة اليوم قال فوضعها عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء فوضعها هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الواد الذي ليس فيه إنس ولا شيء فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها فقالت له آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا هذا المشهد الأول لأول مقدم حياة الإنس في هذه البقعة التي لم يكن فيها إنس ولا ماء ولا شيء ولا حياة كانت تلك البداية حتى غدت هذه البقعة نبض الحياة على وجه الأرض ببناء بيت الله الحرام فلك أن تتخيل امرأة يأتي بها زوجها خليل الله إبراهيم عليه السلام ليضعها في هذا المكان وهو واد أقفر لا نبات ولا ماء ولا حركة ولا حياة ولا يضع عندها إلا كيسا فيه تمر وسقاء قربة فيها ماء ثم يولي منطلقا ممتثلا وحيا أتاه من ربه جل في علاه فلما سألته أين تتركنا يا إبراهيم لم يجبها وهي تعيد السؤال وهو لا يلتفت إليها فطنت رحمة الله عليها أنه خليل الله الذي يفعل ما يوحى به إليه فانتهت إلى النهاية سائلة هذا السؤال آه الله أمرك بهذا ولسان حالها إن كان وحيا يا إبراهيم فإني والله لعلى أحب ما على قلب امتثالا لأمر الله الذي أمرك به وإن كان دون ذلك فمن حق أن أسائلك وأنشدك وأتعلق بك ألا تتركنا في هذا المكان بين قوسين أخذا بالأسباب وهي ترى أنه لا سبيل إلى بقاء الحياة بهذا المكان هي ورضيعها الصغير إسماعيل عليه السلام هو سؤال وما زاد في الجواب خليل الله عليه السلام على قوله نعم لما سألته آه الله أمرك بهذا فإن شئت أن تعجب فلا تعجب من قوة قلب الخليل إبراهيم عليه السلام الذي يترك زوجته وطفله الرضيع في هذا المكان وهي في نظر العين مظنة هلاك لا محال لو هو منتثل أمر الله فيتجاوز في تلك الحسابات المادية المحسوسة إلى ما وراء ذلك إيمانا بالله وتعلقا بالله ما زلت أقول في قصة بناء الكعبة في كل خطوة وقطعة من قصتها عظمة تتجلى في صدق تعليق القلوب بهذا البيت ورب البيت الحرام فلما قال ذلك امتثالا لأمر الله أقول إن شئت أن تعجب فلا تعجب من صنيع الخليل فهو خليل الله وهو نبيه الذي يأتيه الوحي عليه السلام لكن اعجب من صنيع هاجر التي لا وحي ينزل على قلبها ولا شيء يربط على فؤادها كمثل ما يؤتاه الأنبياء والرسل عليه السلام لكن جذوة الإيمان التي ارتكزت في قلبها جعلتها تكتفي بجملة واحدة الله أمرك بهذا فلما قال نعم قالت على الفور إذا لا يضيعنا من أمرك وهو الله عز وجل من أمرك بهذا الأمر فجئت ممتثلا أمره سبحانه فإذا نحن في تنفيذنا لأمر الله لا والله لن يضيعنا الله يا كرام مدى امتلأ قلب العبد أنه إذا كان على الطريق الذي يحبه الله ويسلك مرات الله فلا والله لا يخاف على نفسه ضيعة ولا لحياته تلفا ولا لمن حوله ممن يعول ويتولى أمانة مسؤوليتهم من كان على طريق الله ممتثلا أمر الله فهو على نجاة وسعادة في الدنيا وفي الآخرة آه الله أمرك بهذا قال نعم قالت إذن لا يضيعنا ثم رجعت فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون قال وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط فانطلقت كراهية أن تنظر إليه هذا هو قلب الأم الذي لا يحتمل أن يرى في طفله فضلا عن أن يكون رضيعا جوعا وعطشا فضلا عن أن يكون بدايتها لكن تخشى فيه عليه من التلف وزهوق روحه وهي تنظر إليه فانطلقت كراهية أن تنظر إليه السؤال أين ذهب الذي في قلبها لما قالت إذا لا يضيعون الجواب ما يزال باقيا وقد أيقنت رحمة الله عليها أن الله لن يضيعها لكنها الفطرة الإنسانية وفطرة الأمومة التي لا يخلو منها قلب أم رحمة وعطفا وشفقة على طفله الرضيع ألفا طلقت كراهية أن تنظر إليه فوجدت الصفى أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا فلم ترى أحدا قال فهبطت من الصفى حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان للمجهود حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا فلم ترى أحدا ففعلت ذلك سبع مرات قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما يعني هذه قصة السعي بين الصفى والمروة سبعة أشواط كان مبدأه سعي هاجر أم إسماعيل عليه السلام التي سعت في تلك الواقع باحثة عن الماء والنجدة والغوث لها ولرضيعها الذي يكاد يموت عطشا لما نفد السقاء وانتهى الماء الذي كان بحوزتها قال فذلك سعي الناس بينهما قال فلما أشرفت على المروة يعني في الشوط السابع سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها لا أحد حولها تكلمه إنما تصمت نفسها لتزداد سمعا لما سمعت من صوت قال ثم تسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء فجعلت تحوظه وتقول بيدها هكذا وجعلت تغرف من الماء في سقائها في القربة التي نفد فيها الماء فلما فاض الماء جعلت تغرف بيدها وتملأ في السقاء خشية أن لا يفوت منه قطر فجعلت تحوظه وهي تغرف بيدها من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف يعني كلما غرفت غرفة فار الماء نبعة وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا لكانت عينا جارية تجري على وجه الأرض لكنها حوضته يعني جعلت تحوله حوضا حتى يجتمع وكلما اجتمع غرفت منه في سقائها قال النبي صلى الله عليه وسلم فشربت وأرضعت ولدها فقال لها الملك لا تخاف الضيعة هي الكلمة التي قالتها قبل مدة لما أجابت زوجها الخليل إبراهيم عليه السلام إذن لا يضيعنا أرأيتم يا كراء كيف أن اليقين بالله الذي يصدق فيه القلب مع الله تساق له الأسباب من فوق سبع سماوات حيث لا يدري ويجعل الله له من المخرج والرزق من حيث لا يحتسب فتساق له ما وقع في قلبه من اليقين قالت إذن لا يضيعنا فيبعث الله لها ملكا ليؤكد لها العقيدة التي استقرت في قلبها رحمة الله عليها وتغشاها رضوان الله جل جلاله قال لها الملك لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله ليت شعري في تلك اللحظة ما الذي ملأ قلبها رحمة الله عليها لما رأت بأم عينها يقينا ما عقدت عليه قلبها من صدق التوكل على الله والإيمان بالله وحسن الظن بالله واليقين بأن معية الله تفوق كل الأسباب ولو انتهى من حولها كل شيء في حسابات الحياة قال وإن الله لا يضيع أهله فلما وقع في قلبها ذلك اليقين رزقها الله عز وجل من أسباب الفرج بل والتمكين بل وبلوغ المجد فوق ما كانت تأمل أو ترجو رحمة الله عليها قال لا تخاف الضيعة فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه وإن الله لا يضيع أهله قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك وها هنا مرحلة أخرى من حياة أم إسماعيل بابنها الرضيع إسماعيل عليه السلام لكنه يحسن بنا قبل تجاوز هذا إلى ما يليه ونحن قد تقدم بنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك سعي الناس بينهما يعني بين الصفا والمروى لتعلموا رعاكم الله أن العبد إذا أحرم فقدم بيت الله الحرام بحج أو عمر يطوف ويسعى يحسن به أن يستشعر هذا المعنى العظيم في سعيه بين الصفا والمروى ونحن إنما نسعى عبادة نتقرب بها إلى الله واتباعا لسنة سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بيّن لنا بإزاء ما سنه لنا في صفة هذه العبادة وهيئتها بيّن لنا حكمة ذلك وسر ذلك وقصة ذلك ومبدأه فرحم الله عبدا سعى بين الصفا والمروأة وملء قلبه ما في قلب هاجر رحمة الله عليها من صدق التعلق بالله واليقين بما عند الله والطلب والسؤال بانتظار الفرج الذي يتعلق به القلب بأنه بيد الله عز وجل طفت وسعيت عبد الله والله وحده يعلم ما في قلبك من الحوائج ويعلم ما الذي أصابك في دنياك من المصائب والمتاعب وحده سبحانه يعلم ما الذي يحمله قلبك من الهموم وما الذي ترجوه في دنياك من الأمنيات وما الذي تأمله يوم تلقى الله في الآخرة من الهبات والأعطيات إذا سعيت فاجعل سعيك كما سعت هاجر أم إسماعيل عليه السلام وهي قد طافت وسعت وهي تدرك معنى الفرج الذي يأتيها من الله يقول الحافظ ابن كثير رحمة الله عليه معلقا على الرواية التي سمعت في قصة ابن عباس رضي الله عنهما قال رحمة الله عليه في تفسيره للآية قال وقد تقدم في حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها لما نفد ماءها وزادها حين تركهما إبراهيم عليه السلام هناك ليس عندهما أحد من الناس فلما خافت الضيعة على ولدها ونفد ما عندها قامت تطلب الغوث من الله عز وجل فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماءها طعام طعم وشفاء سقم قال واسمع إلى ما قال رحمه الله قال فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه وأن يلتجأ إلى الله عز وجل ليزيح ما هو به من النقائص والعيوب وأن يهديه إلى الصراط المستقيم وأن يثبته عليه إلى مماته وأن يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصي إلى حال الكمال والغفران والسداد والاستقامة كما فعل بهاجر عليه السلام انتهى كلامه رحمه الله يا كرام سعة هاجر بين الصفا والمروة تطلب شربة ماء تنقذ نفسها ورضيعها إسماعيل عليه السلام لكن كرم الكريم لما أدركها وعطاء الوهاب لما أتاها سقاها بزمزم عينا معينا ونبعا متدفقا سقاها وسقى الخليقة بعدها ولا يزال يسقيهم إلى يوم القيامة فإذا طلبت الله الفرج وإذا سألت الله عز وجل حاجة من حاجاتك فارفع عبد الله سقف أمنياتك واعلم أنك تطلب الغني الحميد الذي بيده خزائن السماوات والأرض لا تستبعد في دعائك شيئا تطلبه من الملك المقتدر سبحانه وتعالى واعلم أن الله إذا أعطى عبدا أعطاه حتى أرضاه وإذا رضي عن العبد رزقه ما يبلغ خياله وما لا يبلغ له بحال لكن الله سبحانه وتعالى كريم وكرمه ينال من يصدق في التوكل عليه ويفرده في السؤال ويلتجه إليه سبحانه عودا إلى سياق قصة هاجر ورضيعها إسماعيل عليه السلام قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء جرهم قبيلة من اليمن يعني أتت في طريقهم قافلة جاءت من جهة كداء وهو موضع في أعلى مكة من شمالها عند المحصب قال حتى برت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا أي حائما ولا يحوم الطير إلا على موضع فيهما فرأوا طيرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ما ولعهدنا بهذا الوادي وما فيهما فأرسلوا إليه جريا أو جريين يعني رسولا أو رسولين يتفقدان الأمر ما الذي يحوم حوله الطائر في تلك البقعة في أعلى مكة فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا قال وأم إسماعيل عند الماء قالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء الماء هذا لي تنزلون عندي لكن الماء لي أعطيكم بإذني واختياري واشترطت عليهم قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء قالوا نعم فاتفقوا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم فألف ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس يعني وافق شيئا في خاطرها وطبيعتها أنها تحب الاجتماع والمؤانسة فوجدت من البشر من يمكن أن يسكن بجوارها وينزل عندها قال فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم يعني فاستقدموهم ونزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام من إسماعيل عليه السلام قال وشب الغلام وتعلم العربية منهم إذا ماذا كان يتكلم إسماعيل وأمه هاجر ليس عربا إبراهيم عليه السلام ليس عربيا قال فتعلم العربية منهم من قبيلة جرهم العربية اليمانية قال فتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم يعني أصبح بينهم شابا نفيسا مليحا متميزا عليه السلام قال وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوهم رأة منهم وماتت أم إسماعيل هنا مشهد آخر ماتت أم إسماعيل وهرأت الكعبة قد بنيت الجواب لا هرأت ابنها إسماعيل وقد بلغ النبوة وذلك الكمال البشري الجواب لا هل أدركت الوعد الذي سمعته من فم زوجها الخليل عليه السلام أن الله لا يضيعهم والبشارة التي بشرها بها الملك إن بهذا الوادي بيتا يبنيه هذا الغلام وأبوه هل بلغت بحياتها أن ترى تلك البشارة الجواب لا لنتعلم درسا بريغا أنك مهما كنت مع الله وصدقت في مسيرك إلى الله وبذلت ما تملك نصرة لله وخدمة لدينه ووفاء ببعض ما أوجب الله عليك فليس المطلوب منك قطف الثمر ولا أن ترى النتيجة المبهرة ولا أن تشهد النصر ولا افتتاح البشائر كل ذلك ليس موكولا إلي ولا إليك لكنه أمر الله وتدبيره الذي يسخر له من يشاء من عباده حسبك عبد الله أن تبذل ما وجب عليك وأن تضع لك بصمة وأن تترك لك أثرا في طريق خير وبر وإحسان ومعروف ونصرة لدين الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تمر بك الحياة ويكون غاية ما بذلت لدينك وأمتك أن ترعى الله في نفسك وأن ترعى الله في أسرتك في زوجتك وأولادك وأن تحرص على الحلال وأن تجدنب الحرام هذا درس عظيم ماتت أم إسماعيل وإن شئت فقل صانعة المجد رحمة الله عليها صادقة الإيمان رحمة الله عليها عظيمة التوكل على الله رحمة الله عليها أرضعت الصغير إسماعيل عليه السلام وأرضعته قبل لبنها معاني الإيمان وصدق التوكل والتعلق بالله وتعظيم الله واليقين بما عند الله وتركته بعدما أدت مهمتها التي كتبها الله لها في الحياة وكأن ما جئ بها من تلك البلاد إلى بلد الله الحرام لتكون أول إنس يضع قدميه في هذا البلد حين يغدو بعد مدة ليست ببعيدة في عمر البشرية فتصبح مكة موضعا تهوى إليه أفئدة المسلمين جميعا وتستقبلونها في القبلة ويكون هذا الموضع من شأ الحياة ومن باع العقيدة وموئل التوحيد ومأرز الإيمان قال وماتت أم إسماعيل فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل عليه السلام يطالع تريكته قدم إسماعيل قدم إبراهيم عليه السلام في زيارة بعدما ماتت هاجر قال فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا يبتغي إيش؟ الرزق ويبحث عن طعام ومعاش قالت خرج يبتغي لنا ثم سأل عن عيشتهم وهيئتهم فقالت نحن بشر نحن في ضيق وشدة فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه فلما جاء إسماعيل عليه السلام كأنه آنس شيئا فقال هل جاءكم من أحد كيف عرف إسماعيل عليه السلام كيف عرف ليس وحيا هو ما أوتي النبوية حينئذ عليه السلام لكنها ربما كانت مشاعر البنوة وتوارد الخواطر آنس شيئا شعر بشيء فسألها هل جاءكم من أحد قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا وصفته فسألنا عنك فأخبرته وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة قال فهل أوصاك بشيء قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك فطلقها قال أهل العلم مرجع ذلك إلى أن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله الموحى إليه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام إنما كان يتفقد في زوجة ابنه لما سألها عن العيش والحال إنما كان يتفقد صيلتهم بالله وصدق تعلقهم بالله لما تركهم وليس عندهم إلا جراب فيه تمر وسقاء فيه ماء ما جاء يسأل عن طعامها وشرابها وما تأكل وما تشرب فلما وجد العيشة صفراً يعني من التعلق بالله ولذلك قال فجعلت تشكو إليه وقالت نحن بشر وفي شدة وضيق وأسوأ عيش وقف عليه السلام على أن امرأة كهذه لا تصلح أن تكون زوجة لنبي ستبلغه البشارة فيه بأن يكون من يوحى إليه وقال له غير عتبة بابه قال فطلقها وتزوج منهم أخرى فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد هذه الزيارة الثانية قال فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا قال كيف أنتم وسألها عن عيشهم وهيئتهم قالت نحن بخير وسعى وأثنت على الله بينما العيش هو العيش والطعام هو الطعام والحياة هي الحياة لكن الفرق بين القلب القانع الراضي عن الله بما قسم الله والذي يجد في القليل مع الجوع والعطش رضا وحمدا لله أي والله العبد يحمد الله ليس لأن معيدته امتلأت وليس لأن خزانته فاضت وليس لأن رصيده في البنك تضاعف لا القلب يرضى عن الله فيحمده لأنه عبد لله وأن الله ما يزال يحوطه بألطافه وأرزاقه سبحانه وتعالى حتى لحظته تل فلا يزال القلب العابد الشاكر الحامد لله يحمد الله يبيت النبي عليه الصلاة والسلام على حصير فيؤثر في جنبه ويبيت الليالي المتتابعة طاويا لا يجد وأهل بيته عشاء عليه الصلاة والسلام وربما ما وجد في بيته الشريف بيت النبوة إلا خبز من شعير عليه الصلاة والسلام فمقام العبودية والحمد لا يقاس بسعة الرزق ولا بكثرة الطعام والشراب واللباس والمال بل بما يملأ القلب من القناعة والرضا بما قسم الله وهذا الذي كان ينشده الخليل إبراهيم عليه الصلاة في المرتين اللتين سأل فيهما زوجتي ابنه إسماعيل عليه الصلاة فأما الأولى فشكت وأما الثانية فشكرت تلك اشتكت وهذه شكرت تلك عانت وهذه أثنت على الله عز وجل بما هو أهلهم قال فأثنت على الله قال ما طعامكم قالت اللحم قال فما شرابكم قالت الماء قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه لم يكن أهل مكة أهل زراعة ولا يزرعون ولو كان لهم حب فذكرته لدعا لهم بالبركة كما دعا لهم في اللحم والماء قال عليه الصلاة والسلام فهما يعني اللحم والماء لا يخلو عليهما أحد إلا لم يوافقاه والمقصود أن اقتصار المرء في طعامه على اللحم والماء والمداومة على ذلك بغير مكة يسبب تعبا وألما في المعدة ولا توافق الطبيعة إلا بمكة فلو اقتصر على اللحم والماء لم يضره ذلك ولوافق طبيعته بركة دعاء الخليل إبراهيم عليه السلام لما قال اللحم بارك لهم في المحن والماء قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه قال فلما جاء إسماعيل عليه السلام قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير قال فأوصاك بشيء قالت نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك قال إسماعيل عليه السلام ذاك أبي وأنت العتبة أمرني أن أمسكك قال ثم لبث عنهم ما شاء الله ثم جاء بعد ذلك هذه المرة الكام الثالثة في الزيارة قال وإسماعيل عليه السلام يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم بري النبل أخذ السكين وأن يبرى النبل وهو رأس النصل أو السهم ليحدد فيكون صالحا للاستعمال في الرمي والصيد والقتال ونحوه قال فوجد فما جاء بعد ذلك وإسماعيل عليه السلام يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد يعني من الشوق والعناق وطول الملازمة وإسماعيل عليه السلام ما رأى إبراهيم الخليل أباه عليه السلام منذ أن كان رضيعا لكنه الأمر الذي تتوافق عليه القلوب بين الأبي وابنه قال فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر قال فاصنع ما أمرك ربك قال وتعينني قال أعينك قال إن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا هذه البشاء التي ما أدركتها هاجة ولا طال بها العمر لترى تلك اللحظة فيأنس قلبها وينشرح صدرها وتفرح غاية الفرح أن ترى ابنها غدا شابا نبيا في رفقة أبيه الخليل إبراهيم عليه السلام يا ابن الكعبة إذا حملت قلوبكم الآمال وصدقت في تعلقها بالله فلا تستعجلوا شيئا وكل الأمر إلى الله الغني الحميد ثقة بما عنده وحسن ظن أن الله كريم ولا يخلف الوعد وأن أحدنا إذا كان في طريقه ومسيره صادقا مع الله مخلصا في نيته فحسبه والله تلك الخطوات التي يبذلها ثم ما عليك أن ترى النتائج ولا أن تشهدها بقي إسماعيل عليه السلام ثمرة لأمه هاجر الصادقة الرضية المتوكلة التي اعتنت به وربته حتى شب فودعت الحياة وقد أدت ما عليها رحمة الله عليها قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت فجعل إسماعيل عليه السلام يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني حتى إذ ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له أي حجر مقام إبراهيم لما ارتفع البناء أصبح لا يبلغاني المكان المرتفع من صف البناء لوضع الحجارة فلابد من شيء يقوم عليه ليرتفع ويتطاول مع تطاول البنيان قال جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وفي هذا أيضا موضع عجيب يسألان الله القبول في أمر هو تنفيذ لما أمر الله تعالى به وتكليف لما جاء به الوحي من بناء الكعبة وقربة يتقربون بها إلى الله ببناء بيته كما أمر الله فانظر كيف يعلن العبد افتقاره إلى ربه فإذا أدى الطاعة وبلغ ما يبلغ من الجهد في التقرب إلى ربه سأل الله القبول أبدا عبد الله لا تعوّل على عظيم مال أنفقته أو جهد في حج بذلته أو طول في صلاة قمتها أو مشروع من الخير بحفظ قرآن ونشر علم وإمامة وأذان وخدمة للإسلام لا تعوّل على شيء فمهما عملت من عمل فالموفّق هو الله وإذا بذلت ما بذلت في قربة ترجو قبولها فسر ربك القبول سبحانه هذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يمتثي الأمر الله فيبني الكعبة وما زال يتضرع ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم هذا الصنيع من إبراهيم الخليل عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام فيه درس والله يعلم القاصدين لهذا البيت الحرام لي ولكم معشر الحجيج وكل من أتى إلى هذا البيت الحرام فطاف واعتمر وسعى وحج أن يتعلم أنه إذا وفقه الله لأداء عبادة اجتهد فيها أولا وحمد الله على توفيقه إياه ثانيا ثم التجأ إلى الله منكسرا يسأله القبول فوالله لو لا قبول الله لك ما أغنت عنك عبادتك عند الله شيئا فالقبول هو الذي عليه المعول والله قد قال في سورة المائدة إنما يتقبل الله من المتقين وأحدنا لا يزكي نفسه ويحسب أنه ما بلغ تلك الدرجة فلا يعول إلا على فضل الله فيلتج إليه منكسرا متضرعا أن يجعل عبادته عنده مقبولا قال وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فكان هذا البيت بعد بنائه أول بيت بني في الأرض للعبادة وذلك قول ربكم سبحانه إن أول بيت وضع للناس لالذي ببكة مباركا وهدى للعالمين روى البخاري وفي الصحيح أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض أول قال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام قال أبو ذر رضي الله عنه ثم أي يا رسول الله قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة قال عليه الصلاة والسلام ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصله فإن الفضل فيه هذا بناء البيت الحرام معشر حجاج بيت الله الحرام وقد اختلف أهل العلم هل كان الذي صنعه إبراهيم عليه السلام وابنه إسماعيل عليه السلام تأسيساً لبناء الكعبة أم هو تجديد لبنائها ورفع لقواعدها التي تأسست من قبلهما عليهما السلام هما قولان لأهل العلم وربما كان في قوله سبحانه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل إشارة إلى أن القواعد كانت موضوعة في ذلك المكان وإنما رفعا هذه القواعد بإتمام البناء فوقها وفي ذلك آثار عدة في صحتها كثير من النظر وإن كان بعض المحققين يرى أن الذي صنعه الخليل إبراهيم عليه السلام هو تأسيس وبناء ورفع قال الحافظ بن كثير رحمه الله فإن ظاهر القرآن يقتضي أن إبراهيم عليه السلام أول من بناه مبتدئا وأول من أسسه وإن كانت النصوص في ذلك كما أسلفت لا تنفي احتمال وجوده مبنيا قبل ذلك والآثار في هذا ليست صريحة قاطعة والعلم عند الله هذه قصة بناء الكعبة وقصة السعي بين الصفا والمروة معشر الحجي أما وقد حججتم ووقفتم طائفين بالكعبة وسعيتم بين الصفا والمروة وما من شك أن كل حاج في خطوات حجه قد عاش معنى ارتباطه وتعلقه بربه الذي أعلن منذ لحظة إحرامه تعلقه به واعترافه بفضله لما قال لبيك اللهم لبيه أعلنت استجابتك لنداء الله فجئت وأحرم أعلنت اعترافك بالفضل والحمد والنعمة لربك وحده إن الحمد والنعمة لك والملء لا شريك لك وقفت بعرفات فأظهرت الذل والافتقاء دعوت واجدهت أن يقبلك الله سألت الله من عفوه من صرفت من عرفات بعدما سكبت العبرات وخشعت منك الجوارح وصدقت فيما تحسب في إقبالك على الله من صرفت إلا وملء قلبك صادق الشعور أن الله لكرمه كتبك من المقبولين وأن الله لعظمته في ذلك اليوم العظيم تفضل عليك فأعتق رقبتك وأن الله أذن لك ذلك اليوم أن تنصرف من عرفات فتنفر مع الجموع فريحا مبتهجا أن الله قد أذن لك بأن تولد من جديد بيت بمزدلفة فكانت ليلة عيد أبهج عيد عشته في حياتك يفرح المسلمون في عيد الأضحى ويذبحون الأضاحي ويتبادلون التهاني ويفرحون بالتوسعة على العيال والأهل والطعاب والشراب والتزاور والتهاني ويفرح الحجيج وهم بين مزدلفة ومنا بين مبيت ودعاء بين رمي وتكبير وحلق للرؤوس وطواف الإفاظة يفرحون أعظم من فرحة كل مسلم على وجه الأرض فتنطلق التكبيرات من صدورهم فرحة بعيدهم أي عيد؟ ليس عيد أضحى فقط بل عيد ميلاد من جديد يشعرون أن الله قبلهم فأعتق رقابهم فانصرفوا وقد تبيضت صحائفهم وكتبوا مولودين من جديد رجعوا إلى حياة جديدة ملوها الطهر والصفاء والنقاء والصفحة البيضاء التي يستأنفون فيها عهداً جديداً من علاقتهم بربهم حج الحجيج وقد تعلموا في حجهم أيام ميناء ومزدلفة وعرفات أن ذكر الله أعظم ما تعلقت به القلوب وأفضل ما اشتغلت به الأوقات ذكروا الله وهم يرمون ويحلقون ويبيتون ويأكلون ويشربون ذكروا الله في كل أحوالهم وكانوا بين دعاء عند الجمرات وفي الصفاء والمروى وعند الكعبة وفي مزدلفة وفي عرفات قد جعلوا في كل موضع خطت إليه أقدامهم أثراً وبذروا فيها بذرة لطاعة يحسبون أن تكون شاهدة لهم يوم القيامة هنيئاً لكم شواهد تركتموها في تلك البقاع تشهد لكم أنكم أتيتم تلك البقاع العظيمة معظمين لله الذي جئتم لأجله يا كرام كل تلك المعاني عاشها الحجيج في خطوات حجهم ألا فحق علينا جميعاً والله الذي أكرمنا بالحج فحججنا وبأداء المناسك فأتممنا حق علينا أن نرجع بعد حجنا وأعظم أثر تحمله قلوبنا وتضيء به صدورنا وتشرق به حياتنا حتى نلقى الله هو ما امتلأ به من حسن تعلق بالله وعظيم تعظيم لله وحسن رجاء فيما عنده ومزيد حب له جل جلاله ابحث عن قلبك عبد الله ولا ترجعن من بيت الله الحراء ولا تغادرن البقعة الطاهرة ولا تستقبل أهلك وأولادك وعودتك إلى ديارك إلا وقد تأكدت أن تقوى الله قد عمرت قلبك عبد الله والمراد بذلك جملة أمور رعاكم الله أولها أنكم عشتم في حجكم جهدا كثيفا واستجماعا لألوان وألوان من الطاعات جمعتم فيه بين الصلاة وذكر وقرآن وبين رمي ومبيت وطواف وسعي بين تلبية محرمين وتكبير وتهليل متحللين جمعتم في حجكم ألوانا من الطاعة قل ما اجتمعت لكم في أيام حياتكم كمثلها ولو أحصى أحدكم ما الذي قدر أن يجتمع له من الحسنات في تلك الأيام المعدودات لربما فاقت بأضعاف أضعافها ما يفعله مثل ذلك من الطاعات في غيرها من الأيام وهكذا هو الحج إنغماس في طاعة وتلذذ بالعبادة فمن أعظم معاني التقوى التي ينبغي أن تبقى آثارها في قلبي وقلبك عبد الله وقد حججت بيت الله الحرام أن تبقى لذة العبادة في قلبك أن تبقى لذة العبادة في قلبك جذوة لا تنطفئ أبدا والله وينبغي أن يكون فتيلا مشتعلا يوقد سراج قلبك بمعنى أن تبقى الطاعة في حياتك بعد حجك متعة وأنسة ليس مشقة وتكليفا تبحث عن أدائه لإبراء ذمتك والخلاص منه كيفما اتفق أبدا اجعل من طاعة الله حبا وأنسا اجعل من قيامك للصلاة إذا حان وقتها وللصيام إذا جاء رمضان وللزكاة إذا حال الحول ولبر والديك إذا بررت بهما ولكل معروف وخير وإحسان تفعله اجعل دافع ذلك ومنطلقه في حياتك حبا لله وتعظيما لأنك قد غمست قلبك في أيام حجك في ذلك الحوض المبارك من أنسك بطاعة الله عز وجل حق والله على كل من أكرمه الله بالحج فحج وشهد تلك المواقف والمشاعر العظام وهاجت في قلبه تلك المعاني الجليلة والأسرار النبيلة ألا يقبل على الطاعة بعدئذ إلا حبا واشتياقا إلا أنسا وتلذذا بذكر الله عز وجل أما وجدت عبد الله في حجك صدق اللذة بدمعة تنسكب من عينك وبخشية ملأت قلبك هذا من أعظم ما يجده العبد من الأنس بالله فعلى ما تحرم نفسك بعد ذلك مدة حياتك وطيلة أيام سنواتك على ما تحرم نفسك من مثل هذا النعيم أما إنه باب والله ما أغلقه الله على أحد من عباده لكن العبد هو الذي يغلق الباب ويولي ظهره وينصرف مدبرا منهمكا في حياته تائها في مهامه الحياة وصخبها وضجيجها الذي لا ينتهي لكن العاقلة الموفقة الذي يلتفت إلى هذا المعنى وإذا بتقوى الله التي صحبته في حجه منذ تزوده في رحلته للقدوم والله قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إلى آخر انصرافه من منا وقد بات بيها ليلتين أو ثلاثا تعجل أو تأخر ولا زالت آيات القرآن توصي في آخر ما يفعله الحجيج وفي الحج بمنا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فكانت الآيات صريحة واضحة جلية أن المعول عليه في الحج معشر الحجيج تحصيل تقوى الله فإن وجدتها فانصر في يومين إن شئت أو ابقى للثالث إن شئت ثم ختمت الآيات آيات الحج في سياقها الطويل في سورة البقرة بقول الحكيم سبحانه واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون قد لا ترجع للحج عبد الله مرة أخرى في حياتك إما لأن الأجل سيكون أقرب من حج عامك المقبل فتكون في عداد الأموات لا بين الأحياء أو لأنه ربما وإن امتد بك عمر فقد لا يكتب لك الحج والله أعلم بمن يحج بيته الحرام كل عام أما أدركت عبد الله أن الله إنما أوجب على العبادي الحج مرة في العمر لأن المرة الواحدة كافية وكفيلة بأن تعيد صياغة قلبك وحياتك وأنس راحتك وقد عرفت طريقك إلى الله فاجعل هذا من أعظم ما ترجع به بعد حجك عبد الله تقوى الله عز وجل إذن هو الاستمرار في الطاعة تلذذا بها ثانيا من معاني التقوى التي تملو بها القلوب لتبقى أثرا عظيما في حياة العباد أن يملأ القلب أن يملأ العبد حياته طاعة وإقبالا على الله ليس المقصود التبتل والاعتكاف في المساجد والزهد والعودة إلى الصوامع كالرهبان أبدا نحن أمة ربانية نعبد الله ونعمر الحياة ونمشي في دروب مسالكها نخطط لأنفسنا مستقبلا مشرقا لكننا لا نجعل ذلك على حساب الآخرة العامرة في قلوبنا حياة بذكر الله إنما المراد عبد الله وقد ألفت ذكر الله عز وجل في حجك فأكثرت منه وربما تلوت القرآن فرحم الله عبدا أكرمه الله فحج فعاد بعد حجه وإذا من آثار تقوى الله في حياته لزوم ذكره والإكثار منه اجعل وردك كل يوم عبد الله من أذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات ومن قراءتك للقرآن ما تشعر أنه يربطك بحبل عنوانه الحب لله قال سهلني التستري رحمة الله عليه علامة حب الله حب القرآن علامة حب الله حب القرآن وعلامة حب الله وحب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب سنته واتباعها فاجعل هذا عبد الله ميزانا لك يقودك إلى أن تتفقد في حياتك بقدار حبك لله وفق الله كثيرا من الحجيج فأقبلوا على لزوم ذكره وقراءة كتابه العظيم في رحلة حجهم ومنهم من لم يغادر المشاعر حتى أتم ختمة للقرآن أو أكثر فإذا كان قد أنس قلبه وعمر وقته بذكر الله وتلاوة كتابه فجعل بعد ذلك في طيلة أيام حياته ارتباطا وحسن صحبة بينه وبين كتاب الله كتاب الله الكريم المبين الحكيم العظيم المجيد هل تخيلت أن تكون بينك وبين كتاب الله صحبة لتجد من بركة القرآن ومجده وبيانه وعظمته ما يملأ قلبك وحياتك عبد الله وقد جعل الله عز وجل كتابه العظيم شفاء ونورا ورحمة وهدايا وموعظة وذكر بالله عليكم أي عبد ذاك الذي يعيش حياته بين البشر يمشي ويأكل ويشرب بينهم لكنه قد ملأ وقته ويومه وليلته أنسا بكتاب الله واشتغالا به ومحافظة على ورده لا يملوا ولا يفتروا لتكون حياته من بين البشر وإن أكل وشرب ونام وجلس ودخل وخرج بينهم إلا أنه والله أحراهم بأن يكون أعظمهم بركة في حياته وضياءا ونورا وإشراقا ورحمة لأنه قد أحسن صحبته لكتاب الله العظيم والله قد جعل كتابه بتلك المثابة من معاني تقوى الله التي تملأ القلوب بعد عودة الحجيج من رحلة حجهم إلى بيت الله الحرام الانكفاف عن المعاصي ومجاهدة النفس في سبل الهوى والشيطان والنفس الأمارة بالسوء أما إن الشيطان حريص ووالله ليقعدن لك بالمرصاد عبد الله تدري لما؟ لأنك أرغمته فحججت بيت الله الحرام أرغمته فظفرت بعدق رقبتك من النار أرغمته لما دلت عفو الكريم سبحانه في تلك المشاعر العظام فوالله لا يأخذن عليك أخذا شديد أن يعيدك بعد حجك كما كنت أو أسوأ مما كنت ففطن عبد الله لعدوك عدو الله واعلم أن جولات الظفر والانتصار التي خذتها أيام حجك فجهدت نفسك بالانكفاف عن المعاصي والتقليل من الذنوب والسيئات أثبتت أنك بإيمانك بالله وبصدق توكلك على الله أنت أقوى منه إي والله أنت بإيمانك أقوى من إبليس وجنده أجمعين لو أحسنت في اعتصامك بالله فممعاني تقوى الله عز وجل التي تملأ القلوب ويحق لنا العود بها بعد رحلة حجنا معشر الحجي مجاهدة النفس في الذنوب والمعاصي أما إننا لن نرجع بعد حجنا معصومين فلسنا ملائكة ولا أنبياء ورسلا كراما عليهم السلام لكننا عباد عباد خاضوا معنى التقوى لله في الحج فرجعوا بها وحق لنا ذلك فنجاهد أنفسنا لن نعصم لكننا سنكف ما استطعنا أنفسنا عن الذنوب والخطايا سنحوضها بعون الله عز وجل سنحوطها ونحفظها من الوقوع في الكبائر والمآثم والفجور وإن زلت بنا القدم في ذنوب وصغائرة ولمم أسرعنا بالتوبة والأوبة والاستغفاء تلك هي حياة التقوى يا كرام مسارعة في الخيرات وإقبال على الله وتلذذ بطاعته ولزوم مناجاته وذكره وكتابه الكريم ثم مجاهدة للنفس عن المعاصي ومسارعة بالتوبة والاستغفاء تلك والله هي حياة التقوى التي تنشد وتلك هي حياة السعداء على وجه الأرض تقوى الله وطاعته ألا وإن من معاني تقوى الله في حياتنا بعد رحلة حجنا معشر الحجي التي ينبغي أن نرجع بها وأن تمتلئ بها حياتنا تعظيم الله سبحانه وتعظيم شعائره وحرماته وقد عشنا ذلك أيام حجنا فعظمنا الكعبة والصفى والمروة وعرفات ومينة ومزدلفة عظمنا الشهر الحرام وأيام عشر ذي الحجة الأيام المعلومات والأيام المعدودات ألا فإن لله أياما معظمة طيلة العام ألا فإن لله عز وجل ذنوبا وحدودا معظمة طيلة العمر ألا فإن لله أركانا وأحكاما وواجبات عظاما عظمها الله فاجعلوا من تعظيمكم لله تعظيم دينه سبحانه وتعالى عظمت الصلاة في حياتك عبد الله ما عظمها من تراخى في شأنها ما عظمها من أخرها عن وقتها ما عظمها من تساهل في أدائها لا والله لا يليق بعبد مسلم أكرمه الله فحج ويرجو أن يكون من أعظم ما يرجع به بعد حجه امتلاء قلبه من تقوى الله حق عليه أن تكون الصلاة شعاره الكبير لأنها ركن دينه الأعظم أن يكون من المسابقين إليها المحافظين على صفوفها الأول لا يكتفي بالفرائض فيلحقها بالنوافد يحافظ على سننها الرواتب لا ينام قبل أن يوتر يحرص على أن يلقى ربه في الليل ولو بركعتين ينجو بيها من الغفلة وسوته في ذلك حبيب قلبه ونبيه وهديه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة معشر الحجيج هي ركن الإسلام الأعظم وأكبر أركانه العظام والواجب الكبير الذي عليه يقوم دين الإسلام فعظموا الصلاة في حياتكم ومن تعظيمكم للصلاة إقامة أهل البيت على الصلاة وحثهم عليها الزوجات الأبناء والبنات اسمع من الذي دعا إبراهيم عليه السلام الذي بنى الكعبة وأنتم تطوفون حولها رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي هل دعوت الله في صلاتك لأولادك بشأن الصلاة؟ هل دعوت الله لهم كثيرا أن يملأ الله قلوبهم تعلقا بالصلاة؟ إذا كان خليل الله وهو النبي يدعو لأولاده بالحفاظ على الصلاة قال أهل العلم لأن فيها مشقة عليك أيها الأب فلا تمل ولا تهن لكن اجعل هذا واحدة من أثر عودتك بعد حجك أسأل الله جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلا